من مكة المكرمة والمسجد الأقصى في منطقة شرق الأوسط إلى ساحة القديس بطرس الفاتيكان الكثير من الأماكن المقدسة تعرضت لإغلاقات بسبب الفيروس شعار ديني أيضا قلصت التقرير التالي يسلط الضواء على أثر الفيروس من بودن ديني بين الصلاة لإنهاء الوباء وإغلاق للمصليات وحال الدول العربية والإسلامية في ظل تفشي فيروس كورونا إغلاقنا للمصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى إجراءاتنا جديدة أعلنت عنها دائرة الأوقاف الإسلامية لمحاربة تفشي الفيروس لم يكن إغلاق المساجد وإلغاء العمرة وتعليق الزيارات الدينية لإيران بأمر من الحكومات حلنا أمام ممارسة العبادات الدينية للمسلمين في ظل تفشي الفيروس ما جعل من الفتوى لإيقاف الصلاوات في المساجد ضرورة ملزمة أعلن عنها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وباء عالمي لم يفرغ الشوارع من عابره فقط بل جعل من الأماكن المخصصة لممارسة الشعائر الدينية مكانا خاطرا قد ينتشر فيه الفيروس يتشابه الحال مع الدول الأوروبية بأمر إغلاق كنائسها أنا معتاد على الذهاب إلى القداس وأشعر بعدم الارتياح لكني مقتنع بأن إغلاق الكنائس كان القرار الصحيح لأن الاتصال أمر لا مفر منه في الكنيسة لذا من الجيد اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ومن جهتنا أخرى أعلن الفاتيكان عن إغلاق صلوات عيد الفصح في ساحة القديس بوتروس أمام المشاركين مؤكدا توفرها عبر البس المباشر فقط حتى شهر أبريل فيما دع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين للصلاة في يومنا جعله وطنيا للبلاد مناديا بالدعاء للحماية من فيروس كورونا وللحديثي حول فيروس كورونا المسجد بالشكل العام ينضم إليه هنا في الستوديو لبروفيسور سيريل كوهين مدير مختبر العلاج المناعي في جامعة بار إيلان بروفيسور سيريل أول سؤال يجيء إلى ذهني وذهن الجميع هل هناك علاج؟ هل نقترب من الوصول إلى مصل ينهي هذا الوباء؟ عرف طوف مسأل خير كرجع بأيثم كما نستطيعون على ما يحدث في العالم كما نرى أدليا بمثبار النتبكين نرى أن هناك نظريات مختلفة للمعالجة هذا الوباء بالنسبة للعيلاج مما نعرفه بمعن الحديث يدور عن فيروس الأمل الرئيس هو اللقاح وهناك عدة أدوية يمكن لها وهذه أدوية تجربية يمكن لها أن تؤخر انتقال العدوى الفيروس ولكن اللقاح لن نراه قبل أشهر ربما عاما طيب في الوقت الحالي نرى الإجراءات التي تخذتها عدد من الدول من بينها إسرائيل حيث تتواجد من ضرورة حفاظ على مسافة بين كل شخص وآخر غسل اليدين إلى آخره هذه كلها الإجراءات والوقاية هل هي كافية؟ في هذه المرحلة هذه الإجراءات تثبت نفسها علينا أن نفهم أن ما نراه من ناحية المرضى صورة اليوم هي نتيجة الإجراءات التي تغذت قبل أسبوعين بما أننا نعرف أن الفيروس يعدي ويأخذ بين أسبوع إلى عشرة أيام حتى يظهر المرض فنحن نرى الآن نتائج الخطوات التي اتخذتها السلطات قبل أسبوعين ولكن لا شك أنه في ظل التطورات علينا تجديد هذه الإجراءات لمنع انتقال العدوى نحن الآن نسيطر لأننا نعرف أنه في غالبية الأحيان نعرف كيف انتقلت العدوى وكيف أصيب المرضى ولكن هناك ارتفاع في عدد المرضى الذي لا نعرف مصدر إصابتهم هم مرضوا بسبب انتقال العدوى من أشخاص آخرين والخوف أنه داخل المجتمع هناك أشخاص لم يتم فحصهم وهم يحملون الفيروس لكن أعود إلى السؤال الذي كنت قد سألته لمراسلنا نظريا هناك الكثير من التعليمات لكن تطبيقيا هل هي واقعية لأن يتم تنفيذها من قبل الجميع وأن يحترمها الجميع من مواطنين وغيرهم أنا أعتقد أن هذا ممكن صحيح أننا نعيش في دولة ليست دولة ديكتاتورية كالصين التي تمتلك وسائل أقوى لفرض التعليمات ولكن باعتقادي هناك إمكانية للتقليص كل تقليص لهذا الوباء سيسعدنا في المستقبل إذا ما استمعت إلى ما يصدر عن بريطانيا فكان هناك قرار أو تواجه مختلف عن باقي الدول قالوا بأننا سوف نترك الموضوع على حاله ليمرض الناس ويتمتعوا بمناعة هل هذه طريقة جيدة لتعمل مع الموضوع؟ هذا احتمال هذه تجربة على مستوى الدولة بأسرها هذا توجه ولكن إذا ما نرى ما يقوله بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة قبل عدة ساعات وقال استعدوا أن تفقدوا أشخاصا عزيزة عليكم ولا أعتقد أننا نريد أن نصل إلى هذا الوضع ربما تكون حساباتهم صحيحة ولكن ماذا لو تطور الفيروس ورأينا فيروسات أخرى؟ البروفيسور سيريل كوهير مدير مختبر آلاج المناع في جامعة باريدان شكرا جزيلا لك